قد يحدث في بعض الأحيان أن يتم إدخال المعادلات أو صياغ الدوال أو قيام المعادلات بصورة غير صحيحة وذلك نتيجة إلى خطأ في عملية إدخال الكتابات أو عدم المعرفة بصياغ الدوال التي نقوم باستخدامها ويقوم برنامج Excel بالتعرف على هذه الأخطاء وتصنيفها حيث يقوم بإظهار كلمة تدل على الخطأ الموجود بهذه المعادلة وفي هذا المثال تعمدنا إجراء العديد من الأخطاء داخل هذه الصفحة للتعرف على الأخطاء المختلفة التي قد تحدث عند التعامل مع المعادلات داخل البرنامج وعند حدوث أي خطأ داخل المعادلة فإن البرنامج يقوم بإظهار كلمة تدل على هذا الخطأ وتسبق هذه الكلمة العلامة هاش كما يظهر سهم أخضر صغير في الركن الأيسر العلوي للخلية التي تحتوي على الخطأ وسوف نتعرف في هذا الجزء على الأخطاء المختلفة التي قد تحدث عند التعامل مع المعادلات فبالنظر إلى الخلية بيتان نراحظ أن هذه الخلية تظهر بها الكلمة ديف باي زيرو وتسبقها العلامة هاش كما يظهر سهم أخضر اللون في الركن الأيسر العلوي لهذه الخلية كما ذكرنا ومن هنا يتضح أن هذه الخلية تحتوي على خطأ معين ويمكننا الاستدلال على الخطأ الموجود بهذه الخلية من الكلمة ديفايدد باي زيرو حيث أن هذه الكلمة تعني أن هذه المعادلة أو أحد عناصرها تم قسمته على الرقم صفر وهي علاقة رياضية غير صحيحة حيث أنه لا يمكن قسمة أي رقم على الرقم صفر فبالضغط على هذه الخلية والنظر إلى شريط المعادلات فورميلا نلاحظ أن الجزء الثاني من هذه المعادلة عبارة عن حاصل قسمة الخلية إيتان على الرقم صفر وسوف نتعرف على كيفية تصحيح هذه الأخطاء في الأجزاء القادمة وبالنظر إلى الخلية بي ثيرتين نلاحظ وجود الكلمة نيم وهذه الكلمة تدل على أن الخطأ الموجود بالمعادلة الموجودة بهذه الخلية قد يكون كتابة اسم أحد الخلايا أو صيغة أحد الدوال بشكل غير صحيح أو إضافة نص تيكست داخل المعادلة نفسها فبالضغط على هذه الخلية والنظر إلى شريط المعادلات نلاحظ في الجزء الثاني من هذه المعادلة كتابة اسم الخلية بصورة غير صحيحة حيث تم كتابة اسم العمود بدون كتابة رقم الصف وفي الخلية F18 نلاحظ ظهور الكلمة Value وهذه الكلمة تدل على أن أحد القيم المستخدمة داخل المعادلة غير مطابقة لنوع بيانات باقي القيم المستخدمة في العملية الحسابية فعلى سبيل المثال إذا قمنا بإيجاد حاصل الجمع لمجموعة من الخلايا وكانت أحد قيم هذه الخلايا تحتوي على نص بدلا من الأرقام فإن ذلك سوف يتسبب في ظهور هذه الكلمة حيث أنه لا يمكن جمع أرقام مع نصوص إذ أنه يجب أن تكون جميع الخلايا تحتوي على أرقام فبالضغط على هذه الخلية نلاحظ أنها عبارة عن حاصل جمع الخلايا من F9 إلى F17 وبتدقيق النظر في هذه الخلايا نلاحظ أن الخلية F13 تحتوي على كتابات ولا تحتوي على أرقام ولتصحيح الخطأ الموجود بهذه العملية الحسابية نضغط على المفتاح F2 من لوحة المفاتيح لتعديل بيانات هذه الخلية ثم نقوم بإدخال رقم بدلا من النص ثم نضغط على المفاتيح Ctrl و Enter من لوحة المفاتيح وبالنظر إلى الخلية F18 نلاحظ اختفاء الكلمة Value الدالة على الخطأ وتظهر نتيجة العملية الحسابية داخل هذه الخلية وبالنظر إلى الخلية D20 نلاحظ ظهور الكلمة Numeric وهذه الكلمة تدل على أن هذه الخلية تحتوي على خطأ ويظهر هذا الخطأ عند استخدام قيم رقمية غير صحيحة داخل المعادلة مثل إيجاد القذر التربيعي لرقم سالب حيث أنه رياضيا لا يمكن إيجاد القذر التربيعي لرقم سالب فبالضغط على هذه الخلية والنظر إلى شريط المعادلات نلاحظ أن آخر جزء من هذه المعادلة هو إيجاد القذر التربيعي لرقم سالب مما يتسبب في ظهور هذا الخطأ وسوف نتعرف في الأجزاء القادمة على كيفية تصحيح الأخطاء التي تم ذكرها